تغيير والأخوة المشاهدين أنا لست طائفيا أنا فقط متشدد لمذهبي الذي عانى معناه طيلة الاثنين عشر عاما الماضية تكلمنا مثل ما ذكرت جنابش تكلمنا بكل قوة وضحينا ونطينا والحمد لله لعيون العراق أبان فترة الاحتلال الأمريكي وتكلمنا بكل قوة وما خفنا والله ولا أخذتنا بالحق لو متلائم وتكلمنا أيضا عن الاحتلال الإيراني اللي أيضا مثل ما قلت أنا دعا أوقف الفئة على حساب فئة أخرى أنا دعا أدافع عن فئة ضد عدو هو أتعامل ويهاي الفئة لصالح فئة أخرى أنا لست طائفيا أنا وصلت بين المرحلة من السكوت وتحملنا ويس السحار ووصل بين المطاف إلى أن لا طاقة بعد لنا للتحمل أنا من أجلس أنا لم أتكلم إلا لشغلة واحدة منح الأخير أنه معاناة أهلي اللي بدون جريرة بدون ذنب الشيء الثاني هو الأمر الأمر علي وعليك وعلى الجميع وهو الطعن بعرض سيدنا الحبيب المصطفى الطعن بالخلفاء الراشدين من بعض أصحاب النفوس الضعيفة أنا إذا أسكت فيمكن يعتبروا الباقيين هو خوف أو وجل وأنا الناس كلها تعرفني وأصحابي يعرفوني وكل اللي عاشرتهم أنه أنا والله ما أخاف بس من رب العالمين فمن تكلمت يعني أنا عرفت قصدين قصيدة يزيد من تكلمت بقصيدة يزيد أنا تكلمت لم أقصد لم أقصد الإساءة لأحد تكلمت اللي أبين النقاط الضعف والغلط في بعض المعتقدات التي تصور بصورة أو بأخرى لصالح فيها على حساب الأخرى لا أنا تكلمت واقع كل اللي سمعوهم ومتأكدينهم بصحي سيد ولي تسمح لي أكم صريحة أكثر قليلا وياك يعني اليوم الشيعة العراق لا تحدث عن سياسيين الشيعة العراق أتحدث عن الشعب العراقي الشيعة أيضا يعانون الأمرين يعني إذا نرجع على موضوع السيدة الصرخي الحسنين فأنت شفت الحرق والإهانة والتعدي اللي جرى تجاههم إذا نريد نحكي عن المتظاهرين هسا الشيعة فأيضا هم معانا والأمرين صح سياسيين الحكومة الشيعة ظلموا مكون موحد أو مكون بعين لكن أيضا ظلموا أهلهم الشيعة يعني فهذا ما نقدر إحنا بأبيات شعر أو بكريمات نظلم أهلنا الشيعة والله لدليل أنه سيد المالكي ظهر قال أنصار فلان وأنصار فلان كلام واضح يعني سيد سحر الله يحفظك أنا من أتكلم عن الشيعة خلا بأيلي الشي واحد أنه أنا أمي من العمارة من المجر وشيعية وخمسة وثلاثين سنة هي مع رجل سني وماكو أي خلاف أنا والله لم أقصد الشيعة العروبيين الأشراف اللي هم معانا إن شاء الله بكرة أو بعد أو بعد سنة أو بعشرين عام لطرد هؤلاء الأقزام من المنطقة الخضراء وطرد كل واحد سولت نفسه أن يأذي عراقي والله ذن العراقي عزيز علينا ولا حرضنا على فتنة ولا حرضنا على شيء أنا بيّنت معتقد أنا من واقف شخص ياس السحر ويهتفوا مقابيلة خمسة آلاف واحد مع احترامي ما أريد أسيء لهذا مني يقول نحن ندرب عائشة تدور زلم يعني من نتكلم بهذا الكلام أنا من أسكت إذن أنا لا مسلم لا أحب محمد لا أدافع عن عرض النبي أخصر أخصر الناس كلها ولكن أنا يعني ظروف التصوير مال القصيدة كانت صعبة جدا وسرقت بعض من الأبيات هاي الأبيات أنا نوهت للأخوة الشيعة اللي اتصلوا ويعتبوا قلت لهم يا أخوات ترى التصوير والتسجيل عاني عاني من عندها غالبا وإن شالت بيوت من القصيدة هي بيوت اللي تفرزن الشيعة العروبيين اللي لحد هاي الدقيقة نحن على اتصال قبل ما أخذ الموضوع الثاني سيد وليد أريد منك كلمات تجمع عراقيين السنة والشيعة تجمع العراق واحد يعني لكي لا ينظر العراق أو شيعة العراق لك بأنك طائفي أنا والله سي السحر اللي راجع ماضي يعني يعرف شنو أعطني كلمات بكلمات بشعر يجمع ما بين السنة العراقي والشيعة من بعد عسر وتأخر بالمخاض من بعد عسر وتأخر بالمخاض ومن بعد مشهد شبه مأساوي واختلاف العرأي وتعقيد أمور والقذف بين الكتة العمياوي اتفقة طياف الشعب من كل مكان عشرة زايد عشرة يك يساوي يك يساوي السنة والشيعة سواء الكردي ويكل العرب متخاوي للمسيح بهالبلد حق انتماء يعني يوحنة يرد عزاوي هاي أرض الجمعة الحب والوفاء من جوها المالكي وعلاوي خلي يسمعوني الغرب وهل النفاق وكل شخص حاقد حفر سكتاوي لا نواصب لا روافض لا أكي اثنيا نبدربه الهمر نمساوي وي نعم نزاعله يحصل خصام بس فلسطينيا نتعشى سواء ولذلك حارت أعداء العراق حاولت تلويه لشفي وملوه ونبقطه بعجبال متهزنا الرياح وهمشفت الجبال خافت من هوه هذا حاله للعراق بكل مكان شمعة أصفع بالليالة بتشفظوه نريناها بال2003 وبال2004 وناديت وقصائد موجودة الشيعة نفسهم يتناقلوها ولكن نبين للجميع انه اذا كلها سكتت ياس السحر عرض النبي الصحابة مقام سيدنا محمد اذا ما حد ما يدافعنا أنا يدافعنا لان هذا شيء لا العراقي يكونوا مدافعون عننا ليس السياسين العراق نتحدث عن شعب العراق مثل ما نحترم أي مرجع العراق أولا شيء سالسحر أول شيء وأني والله والله أثمن وذاكرا بكل المجالس مواقف الأبطال أكو أبطال الشيعة الآن واقفة في ساحات تظاهر ضد هذول الفاسدين ونحن معاهم ونساعدهم وراح نقدمهم ونقدر عليهم وراح نقدم احنا ما نتبرى من العراق العراق بيتنا تشبير اللي لمنا ولكن الكلام اللي شوية أخذ منحة مو طائفي تشدد للمذهب لأن هذا من حقي أنا دافع مثل ما عشرات الشعراء دايط عنون بي ودايط عنون بأهلي أنا من حقي أجاو بس أكو مراجع شيعية مثل ما ذكرت السيد الصرخي أيضا دافع عن السنة ورفض هذه الألفاظ التي تلفظ بحقي الصرخي الصرخي سالسحر له كل الاحترام رجل نثني على مواقفه رجل عراقي عراقي للنخاء نثني على مواقفه ونعزي أهال فلهذا أنا يعني بيزت قلت لك نفصل سياسين الشيعة عن شعبنا عن أهلنا عن ناسنا أكيد فرق السماع عن الأرض أريد أتحدث عن مؤتمر الدوحة يعني شيعة سياسين الشيعة أيضا نعود لنفس النقطة ليس الشيعة العراق سياسين الشيعة وصفوا هذا المؤتمر بأنه تكملة لساحات الاعتصام لبعثيين لصداميين وممكن لدواعش لإرهابيين نقوم نقعد ذولة أزلام النظام أي سلسحر بالنسبة لموضوع قطار يعني أكو تفاصيل هواي وحسب اتصالاتنا وأغلب اللي راحوا هم نعرفهم معرفة شخصية ونكون لهم كل الاحترام يعني شوفي كل موضوع يكون يقدم يساند فئة أو يساند هذا المكون المفضهد المطلوب تشوفين تتعالى الصيحات وكأنه مسوين شيء شيء إجرام شيء فضيع اللي راحوا ما راحوا يبوغون ولا راحوا أدنى التفاصيل ما مخولين أن نتكلم به حسب علاقتنا قلت نشو اتصالاتنا يعني أتحدث بك لأنك وطني لا أتحدث فيك بحسب اتصالاتك لكونك بطني ستتحدث فيما وجدته بما لمسته بشكل حقيقي لمسته لمسته رجال أو فياء أبطال وجزاهم الله ألف خير عن دفاعهم المستميت الآخر لحظة ويزيدهم شرف وفخر ياس السحر أنهم لم يجالسوا أنا مسؤول عن كلامي لم يجالسوا أي مسؤول حكومي أتى من بغداد وحضر إلى الدوحة وقرأوا كتبه وتوصياتهم اللي راح ترفع وتوصيات مشرفة وترفع الراس واللي يقراها هي لحد الآن اللي يقراها راح يثني على جهودهم أنا ما حب أذكر أسماء ولكن كل اللي راحوا هم رموز لمسن بيهم لمسن بيهم النخوة العربية ولمسن بيهم لهذا كلام القيل والقال طبعا السياسي لأن يعرف النتائج مال هذا المؤتمر والدعم اللي حصل عليه والأمور القادمة إن شاء الله الأحسن ونبشر بها أهنة طبعا ما ترضي هو يعج بيظل يبوك ويذبح السني والشيعي والكردي ويشرب من دمهم لا نبشر الجميع أنه كل اللي راحوا وأنا مسؤول عن كلامي كل اللي راحوا زاروا الدوحة جلسوا مع السفير القطري مع الوزير الداخلي القطري مع وزراء العرب والله ما قروا اللي رادوا وأبلغ السياسيين الشيعة خلي أبشرهم بشي أنه قريبا جدا وأنا مسؤولة عن كلامي قريبا جدا اتفاق طوي للمعارضة السنية المعارضة اللي راح توقف للعراق مو بس للسنة قريبا جدا خطواء لمسات أخيرة ويتفقون على كل شي لأن قلوبهم اصطافت ولهناك الأمور تضحك بصورة راقية جدا دقيقة سيد وليد أحتاج لي حيارتني المشاهد شؤون ما يحير أول شي الاتفاق بين منه بين رجال الدولة السنة الذين ذهبوا لقطر وبين المعارضين الموجودين في قطر عما بين قيادات قطرية وبين قيادات سنية ممكن منها مطلوب للقضاء ومنها أيضا هو هاجر العراق هو الخطوة هو المؤتمر المؤتمر كان مصالح سنية سنية المعارضة تقعد مع الحكومة الحكومة كانت ممثلة بالسيد سليم الجبوري وبعض سلمان الجميلي وسيد أحمد المساري والدكتور محمود المشداني رحم الله محمود المشداني ويعني تقريبا ستة سبعة أغلب اللي راحة وأنا مسؤولة عن كلام أغلب اللي راحة ورضى الرضى قاطعا أن يلتقون بهذه كان الحل الأخير أن تكتب توصيات وترفع عن طريق الوزارة يعني بالمناسبة شكر وتقدير على لسان كل شريف للملك سلمان بن عبد العزيز جلالة الملك وشكر لمحمد بن زايد على النهيان وشكر للأمير تميم وكل شريف وقف مع أخواننا هناك وتعهد ودق صدراء أن راح يقدموا لهم كل شيء ورح ترفع هذه ورقة المطالبة اللي طالب بيها القوة السنية المعارضة المعارضة الشريفة راح ترفع إلى حكومة العبادي أنه هاي إحنا مطالبنا هاي المطالب لما مقالوا ساحة الاعتصام غوغاء وكذا ومسلحين وهاي الأمور لا حسا جناكم الطريق وأكو طرف مصالح اللي هو دولة قطر وجزاهم الله مشكورين وما قصروا وتحية وشكر وتقدير لكل شريف راح من ربعنا ما أريد أذكر أسماهم لأن الأسماهم أكبر من أذكرها آني لأنهما رموز وجزاهم الله ألف خير هذا الى رابط يعني هذا الالتفاقات هذه الوثيقة هذه ما سينقل للحكومة الها رابط بالوفد القطري الذي سيذهب للعراق يوم 14.9 أو 12.9 للمشاركة بمؤتمر أمني يعني سيكون هناك نقول مثل التوافق بين الحكومة القطرية والحكومة العراقية لنقل الاتفاقات التي حدثت بين المعارضين هكذا أقدر سميها أكيد سي السحر هذا الوفد سينقل التوصيات التي كتبتها المعارضة السنية بعد الرفضة هو على اساس يجون الوفد السني الممثلين بالحكومة يستلمون التوصيات والتقون الشاورون جميع الأطياق التي راحت من المعارضة من الأمم كلهم إن شاء الله أكبر ما التقوا وقال يألم الجميع ما التقوا بشر وفرضوا واليردو وبكل قوة وما سامحه ما الذي يردوه ما غير وثيقة الاتفاق السياسي على أساس الحكومة التي راحوا غايتهم سامية غايتهم انقادم ناس من هذا الموت والدمار الذي 12 سنة يعني عادة هيكلة جيش عراقي عادة هيكلة قوات أمنية كثير حتى حتى أكو توصيات حتى أكو توصيات تخص حقوق المرأة الدين الدستور كثير ما بني على باطل فهو باطل من بداية الاحتلال والشرحنا هاي اللي جابها الاحتلال اللي تنظى الله عليه اللي طلع مذحور بزود النشامة هم هذا الاحتلال الايراني يطلع ونرجع بإذن الله شعب واحد بزود النشامة يشتغلون أما الإنسان اللي يظلي هذا اللي بس الحشي بس والف ها راحة واجتمعة وقطر واسرائيل وهذه الأمور هاي ملينة وما راح تثني من حزيمتنا اللي راحة ورجال وكلفناهم كنا وراح يجيبون حقنا وإلا ناخذ حقنا لأن إحنا ما تمسكنا إلا بالله وبحبل الله نعم بالله وإن شاء الله الناس اللي تدمرت اللي راح يتعوض وإحنا نبقى أقوالي العراقيين من ضمن هاي الاتفاقات يعني اندرج وضع أمني وضع اقتصادي أم بس مصالحة ممكن قانون مسائلة وعدالة ممكن اجتثاث البعض وممكن عودة قيادات للجيش العراقي وممكن عودة أيضا أناس مطلوبون وإخراج أناس مطلوبون مثل السيد أحمد العلواني وأيضا عودة السيد طارق الهاشمي ممكن أن تكون فقط هذه المطالب مختصر على هذا الشيء أبد 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 نعم هاي المطالب موجودة ولكن هاي المطالب يعني شون نقول هاي بالبداية يعني ما يناقشون عليها يعني ما يناقشون عليها لأن ممكن يطلعوا أربعة متطور الحكومة توافق ها الحكومة العراقية بالله إذا موافقت فهي خطوة للمعارضة السنية الربح منها حتى لو موافقت لهذا أنه الحمد لله أطياف معارضتنا السنية العراقية إن شاء الله أنه هم متحدين واتفقوا وتجاوزوا وكثير سلسحر أختي العزيزة من العقبات اللي كانت أنه ما ملتقيين وهذا يودح وقعيا قيلة أن هذا المؤتمر الذي سيعقد أو هذا اللقاء الذي تم بين معارضين وبين أساس قطريين برعاية أمم المتحدة برعاية دولية هكذا ممكن أن يفرب على الحكومة العراقية الموافقة عليها أو على المطالب والله الرجل كان مبعوث الأمم المتحدة يعني رجل متعاون جدا والتقى بجميع الأطراف وإلى تأثير ووعد أن يكون يعني واقف رأس حربة بهذه الأوراق وهذه المطالبات على حكومة العبادي كان موقفه متواجد ومتفهم جدا وتقبل كل الطروحات لأن قتلة شافل أمام رجال يمثلون أطيف كافة المجمع ماننة يعني نقدر نقول الجمع ماننة يعني حتى الجماعة الحزب البعث حضار وكل الأطياف حضرت زيان التفقوا يعني من قارنة شافوا متطلبات هل يكون صريحين سيد وليد حضرتك لكونك مسياسي أنا هفتح وياك الأوراق بشكل كامل اليوم الحكومة العراقية سياسية العراق من بعد 2003 يعني أي سياسي عراقي سني أو شيعي كان عنده فوبيا من اسم بعثي صعب التعامل مع بعثي حزب البعث العربي الاشتراكي يعني صعب عودت لعملية سياسية صعب مشاركة قيادات ضخمة يعني كأسامي كان لها دور في قبل 2003 بهذه العملية حتى ممكن بالشارع السنية أو الشيعي يمكن واجهوا الرفض فأنت تتحدث عن أوراق تكتب لكن عن واقع مختلف تماما سيد سحر الله يحفظك الواقع اللي خلقت الحكومة الواقع خلق الرفض احنا وصلنا إلى الحال كانت فيه ساحة الاعتصام صائل اللي نشرف أنه وقفنا بيها وهتفنا لأهن ووقف بيها كل شريف وطاهر زين كانت 14 مطلب وبوكتها هذا اللي طلع حتى ما شرع فأذكر اسمه زين ما وافق عليها ووصلنا إلى الحال ودقلة أطراف ونقلب مسار هاي الثورة السلمية على مدار عام حر وبرد ما جاوزنا على بشر ونقلبت بصيغة أو بأخرى ما عرف شون طبه وشون طلع ما أدري شون صارت ولكن سسة حرجبتها على حزب البعث أو غيرها هذولا اسماء القيادات أو غيرهم هاي ما تقدرين تنكرها خمسة وثلاثين سنة وقبلها هذولا من الشعبين بالشعب العراقي كامل تلقين من الشعبين يمكن أكثر من السنة هذولا من الشعبين وواسطين قيادين بالفراحة تلوقلهم القيادة وهم يطرحون طروحات واقعية تنازل شوية عن أمور كانت يعني يعني تنازل يمكن كان القرار انفرادي فيها في أمور بسيطة ولكن هسه مفتوحين شموليين يقبلون الرأي والرأي الآخر يسمعون بكلام منطقي ويوصلون وصلوا بصورة رائعة إلى الغاية يعني سيد وليد نحن العراق معروف يعني حتى بكلماتك معروف أنه يخلف الرجال الأمة العراقية ما تجي بغير الرجال الزنب العراقية ونعملنا كيف نعصلك لماذا نظل نعيش على الماضي لماذا حتى حزب البعث يخلق وجوه جديدة أسامي جديدة تظهر بساحة عراقية بشكل جديد لماذا نظل نقول الرموز لهم هبا وفلان ما إلى هبا فلان كان إلى هبا هذا ما رح توصلنا لنتيجة بهذا الوقت بهذه المعانات التي نحن كلنا نعيشها والله سيد سحر الله يحفظش أنا الزلمة ما يعني هاي الأمور ولكن هم هاي بناتهم هم يعرفون يعني جماعة الحزيب أو غيرهم هاي أمور تقصهم أنا لقدت لك حكم علاقاتي معهم والاتصال بفلان واتصال بفلان ويخابر ها وشتار يعني من هاي الأمور انبنت عندنا فكرة وهم كلهم يعرفون يعني فشغلة هاي ما نظل على الماضي أو ماضي هاي تبقى أذهان الناس يم عقول الناس يم وضعيتهم يم الظرف يمكن هم لو لاقين أحسن من حزب البعث يمكن ما أيدوا هذا الشي لا أنا ما دا أقول نستثني حزب البعث أو نبعده أو نستثه وأضم صوتي لصوت بعض الساسة الشيعة لا على العكس يعني دا أقول ليش نكرر وجوه الماضي حتى في قيادات حزب البعث العراق يخلق رجال أكيد ليش ما نستخدم وجوه جديدة أسامي جديدة يعني عالمود ننسى الخلافات والانتقامات الماضية شوفيس السحر خلح شي لش سالفة الله يحفظ والله هذا كل اللي يدي يصير وهذا اللعب كل يدي يصير وهذا الحرب العشواء ضد العراق والله لأن كل اللي حواليه كل هذول المتربصين به هاي الدول العظمة وهذه الأمور لأن يعرفون العراق إذا متماسك إذا متماسك ما حد ما يقدر له فتلقين هنا فتنة وهنا قتل وهنا إجرام تحضرني أبيات تحضرني أبيات لسماحة المفتي رافع الرفاعي يعني أعتز به هو الشرف سمعنا منه توصف هذا الأمر تحياتي لسماحة المفتي يقول لأيا عراق الغيارة يا ربي عدمي فداؤك الكل من حلوا ومن رحلوا لا تزعن أبا الفرساني أنت لها إليك تأتي وأيام الدنا دوله سقط المتائي خشاشات تقر بها عين الأراضي والعقبة لمن وصلوا وإن شاء الله راح يوصل الشعب العراقي ننطي تضحيات جبناها تشراخة هاي كلها ننطي تضحيات بس نرجع أملي أملي الأخوة الشيعة الأخوة الشيعة لا يتناشدون هؤلاء 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 بالمظاهرات هذا الشعب الشريف يريد أن يظهر ويريد أن يرى هؤلاء هذا منتهي من عنده أما السياسة الشيائية فلا تناشدين لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياته لمن تنادي زين فهذا التصوير سيد وليد يعني أريد منك تحضر كلماتك زميل المخرج يقول لي أكو الصور الأولية لحرق جامع المثنى في حي القاهرة زميل المخرج يعني حطنا صور على شاشة أول شيء أريد منك تحضر كلمات طالعة من قلبك الأهلك العراقيين الذين يختطفون بشكل يومي يقتلون يذبحون يضعون في السجن يعني ظلما وبهتانا يعني ولا حتى نعرف مصيرهم حتى الذين يختطفون ويعتقلون ويقتلون ما نعرف مصيرهم أهليتهم يعرفون مصيرهم أترك كل الهواء إلك صوتك بكلماتك وصلها لأهلك السنة والشيعة على حد سواء فبع سي السحر تحضرني قصيدة قديمة ولكن أحبها نعم وأهديها للجميع عذرا لمن أسأته له بغير قصد وفتهمها أنا ما أسأت أنا ما أسأت أنا جاوبت اللي تجاوز على عرض النبي قتلت وخط حمر هذا عندنا ولو نخسر حياتنا همين ما نسكت عن هذا الأمر للجميع طقت ناسي فاستوهب هداك الصوب طقت ناسي فاستوهب هداك الصوب شوف أن الخبر صح تعلج يراني طلع يركض عرف مزروعة يم السوق صاحب صوت الحق قل لي شمتاني يم السوق صرنا وشفنا كومش لا صدق عن وصف يعجز لساني ده النكت ولي قيت من الشضاء أجزاء فوقها عبارة صنع إيراني إيراني نوب أمريكي يذبح نوب إيراني نوب يطق علي يمرعب الأفغاني ودريلات مثل تبجت التمثيل والستشي اللعبة جولة بالساني ما ينشدني أصلك وانت من يادين ما يعرفني شيعي سني علماني جرسيفة وقطع للجسد عن الرأس قص قبل تشوفوه فوحيل أذاني مديدة وشي لعلم نلقله بشريان واندري السبب لي قص شرياني لأن اسم الوطن بقيته بالشريان وبصفة اكتبت كلمة عراقاني عراقاني وعيد الكرة من ثاني عراقاني أبو الفنجان والدلة أبو الديوان ما بردد قهوتي وبعده ديواني أبو الكلفات والغيرة أبو النوما سبيع الروح لو حرد تنخاني أحب القاع تلقاني ميزا آذار لو تموز مرهو عصشة أغصاني أحب حسين والبيا طبع عباس ما أنطي كسير الجيش أدواني خفيف الرأس ما أركد ولا أرتاح إذا الضيع مكاني بصولة تلقاني ولكن ما جرالي وصار هذا الصار حفروا بير فتنة ببيت جيراني فجروا قبة الهادنس الأشراف منهم ما سلم مو حتى قيلاني وتعاون علي الفيل وأهل الفيل باقوا من نقاع وضع عنواني مجازر ترتكب ما درجبين الناس واني على الكراسي تكاون أخواني عراقيين قلش جاكمهم حزمين كل من حاد سيفه ويذبح الثاني ولك موعيب ولك موعيب حبلة في السجن عذراء وانداسب رجلهم حتى قرآني ما ظلت جوامع من وراء التفجير نامت علي تام اليوم حي طاني بدل ما حط يهودي في شاشة القناص حطيتان أخويا وصار لي شاني واخوية شان لتفكتي أمس باروت شو صاير براسي اليوم سقماني شا سؤلف لك بعد ما ظل حشو نحشيه دخل نلبس عبايا ونقعدين تاني بلش من العرب يلف صلاح الدين ويرد لي يقاع مني السجاني لعنة الله على الظالمين ولعنة الله على من عراده بالعراق شرا نعم طيب سيد وليد يعني مقالاتك كتاباتك شعرك رفض تدخل إيراني كبير في العراق اليوم نجد كثير من أصوات العراقيين ترفض هذا التدخل الإيراني في ساحة الاعتصام والتظاهرات في محافظات العراقية السنية والشيعية منها أيضا وأيضا نجد المرجعية الدينية العليا سماحة السيد عالسستاني أيضا يطالب بالحد من نفوذ قاسم سليماني في الأراضي العراقية ذا نتحدث عن صلاح الدين عن أنبار عن الموصل مستقبلا أنتم كعراقيين نزحتم تركتم مناطقكم تركتم أهلكم مجبرين مقصوبين كيف تنظرون لهذا التدخل الإيراني وأنت بالذات كيف تصفون والله سالسحر إيران تستعمل الآن يعني كل ما طلع الشعب العراقي وهتف وحرق العلم وإيران بره بره بغداد تبقى حرة وشاهدناها كلها وثاني يوم يطلع لي قاسم سليمان يفتر بين بين الشهيدين سبطي الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدى الشعب العراقي هذول الإيرانيين والله والله هم سبب البلاء اللي ده يحدث بالعراق إذا إذا ما هتف ابن الجنوب أو ما هتف السنة أو الشي يعني الجنوب لازم يهتف قبلي لأن هذول يوم هتف ابن الجنوب قبلك لا أنا أقول لش لأن الجماعة محسوبين عليهم إحنا بتلينا بجماعة وسمونا عليهم ومقترننا بيهم ذي بهاب الإعلام مالهم وسووا الهالة كثيرين من سياسيكم السنة أيضاً وضعوا يدهم بيد قاسم سليماني هذول الذيول من يجي ذريد نعدد بس ما أقدر عدد الأسامي لا 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 سي السحار أنت إعلامية ما شاء الله ارتقيت إلى سلم الإعلام بطريقة نارية ما شاء الله أشكرك شهد ما يليق بيش أن تذكرين أساميهم والله لأن هذول الذيول هذول أيتام أيتام المالكي وأيتام هذول ناس مو بس احترقوا هذول أمام شعبهم سقطوا وهم أسباب البلاء أنا إذا ما أقدر أوقف وكاون الناسي وربعي والله أذب استقال وأقابل حرمتي أشرف لي من ما أبقى مصخرة قدام هذا الشعب وقدام هذا المكون وقدام هذا الناس هذول تبع هذول نقول عليهم لقامة لأنه ما يقش قدم إذا خلية قلبت هناك بعض الأشراف اللي لهم مواقف بسميه مواقف خجولة لأنه ما يقدر يطور نفسه أو يظهر نفسه لأنه يكون العذر وإياه احتمال أو أكون ناس يعني يسووها لغاية في أنفسهم هذول هذول السحر اللي ديماشون إيران والراحة والإيران وهذول هذول يجرم أن نذكر أساميهم عب علينا أن نحترمهم هذول أشباه رجال لا يمتلكون من الرجولة إش عينة زين أنا حربوا إيران ثمان سنين خير الشبابي وأغلبهم من أبناء الجنوب دفنتهم عين تضحكوا عين تبشاني عندي خوال ثنيا من الجنوب رايدرو كنوا مقدمر كنوا استشهدوا وزفيتهم من العراق شيعة على يد الميليشيات الإيرانية هس آني أجي وأوقاف وأسارد وأضيع دمي آني هاي الدولة أطلبها دم هاي الدولة دمرتني اللي يقول لي وكفت ويا الميليشيات اللي اقتعمت وأساءت لا هسا نحن الوصلنا أنه إيران هي لدى توجهه وفي أي من فقط حكوا رجال سنة نحطوا بمواقع بالوكالة ما أقدر أحددها أيضا اليوم باعوا قضيتهم من أجل زيارتهم لإيران دعم قاسم سليماني إلهم وأيضا دعم ميليشيات شيعية في العراق لهم سيد وليد يعني أريد منك كلمات توصف تدخل الإيراني في العراق وصول العراق لما وصلنا إليه اليوم بسبب تواجدهم بسبب بعض السياسيين السنة باعوا القضية قبل منحجع السياسيين الشياط سيد سحر الله يحفظك أنت طلبت طلبت عزيز عندنا أنا هذا الموجز التدخل الإيراني وكامل هاي الأمور راح أهديها القناة التغيير إن شاء الله بعد ما تكمل القصيدة يعني هاليومين إن شاء الله راح تنزل وراح الناس تعرف يعني أنا يمكن راح أعتبرها يمكن خاتمة مجال الشعري لأن كتبتها برمير إن شاء الله ترجع تكتب شعر بنصر العراق قصيدة قصيدة ظلمت بالتصوير وقصيدة يعني أتمنى أهديها لكل العراقيين لكل العرب لكل الأمة الإسلامية عن شخص حاولوا الكثيرين أن يشوههم صورته بس هو كان طيب هو كان ثوب مرقع وما ينام الليل حتى يقدم المسكين والفقير عمر والما يعرفك يحسب حساب عمر والما يعرفك يحسب حساب يلي تهابك قبل حتى الشياطين حكمت الدنيا كلها بقضة السيف وحذر نعلك صفة توجي الصلاطين عمر شاي القلب ما شاي الانسان قساوة وطيب جامع بين الاثنين عدلت وأمنت بس ما نمت لا عمر ما ينام خافي جوع مسكين تقض الليل تفتر بين البيوت خليفة والعمامة تشيل الرطحين تخاف هناك ربك يسأل شلون عمر عينك غفة ويتام صاحين عمر حتى بدخولك دين الاسلام قبولك خاص مو مثل المسلمين محمد نادى ربك قال مولاي اريد وياي واحد من هال اثنين وتوقع الدين محمد ليش رادك شافك انسان صاحب كلمة مو حد شاي وجهيا شافك من تدور الدائرة تقوم وقبل ما يحكي كلمة تقول ماشين علمت السيوف تهد على رقاب بحيث العال بيها تقص نص ين وشنت من بيها تحضر يستغيثون السماء تقوم تمط روس ويدين ومن قد ما ثقيل تغوص رجليك دم وقاع صبخة وتنقل بطين عمر بس يا عمر فاروق الإسلام والتعصع لغيرك بيدك تلين والتعصع لغيرك بيدك تلين مارد أختم المسلمين سيدنا الله بكر ورحم الله الخلفاء الراشدين جميعا الخطوط الحمراء ابتداء بأبا بكر وابتداء بدا حباب خيبر والد الصبطين زوج البتول سيدنا الإمام علي بن نبي طالب كرم الله وجهه كلمات علي بن نبي طالب كرم الله وجهه لا تظلم إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يدعو إلى الندم تنام عيناك والمظلوم ومنتبه يدعو عليك وعين الله لا تنبي هذا الأمير علي وهذا عمر وهذا الخطاب لماذا لا تقدي نبيهم لماذا هذا ضياعنا في السحر لماذا لماذا لا تقدي نبيهم قمنا نستلذ أن نشتم فلان ونستلذ أن نطعن بعرض نسأل الله أن يهدم النفوس ونسأل الله أن يهتدون جميعا يهتدون جميعا احنا صوتنا مسخر والله إذا شفت المقابيلي يهتف للعراق بدون ما يتهم الاتهابات كذا يعني لحد الآن يعني 12 وصف عندي يعني الخشماني 13 بعثي ناصبي كذا كذا لماذا نستغني عنها لا تستفزني لا تستفز ناسك يا أخي يا أخي يا أخي ما أعرف أنا 35 سنة السحر بيت أم شيعية من خالها محمد العريبي من العمارة ووالس سني شيخ عشيرة في تكريت والله ما سمعت مشكلة اليوم وما أعرف أنني سني أو شيعي ما أعرف هذه الأمور ما أدري من جتنا قليلا نعقل وقليلا نحترم المقابيل لأن المقابيل إحرر الحليم إذا غضب لا تستفدني ضلد وسبطني أنا طبعا أنفجر ما تريدني مرة تسمي تسويني قرد ومرة تطعن بعرض النبي ومرة تسويني ومرة تذب علي باكستاني وأفغاني يا أخي عاني شريكك بطن هذا وطن الرسالات وطن الحضارة لا تستفزني لا تخليني أنه أروح لمنحة آخر أنه أنه أواجهك بكلام يغثت لماذا بعدهم عمر ويشرفون بهذا الاسم وقيادين وأبطال ونشوفهم ونذكر أسامي هواي منعدهم من عدي الزيدي إلى منتظر إلى اللاخ إلى اللاخ هاي الأسماء الرنانة اللي وقفت وتتكافح الآن وتتناظل هذولا ما نمسهم زيان ما نمسهم هذولا بالعكس هذولا نحطهم على رأسنا ولكن يقبل نفسه أن يكون جسر يتمر عليها ولا يتلفقي امتدادا السورية لا والله عدوي وما إلى يمي لا كلمة ولا ريش طيب ولا احترام مو بس يمي يم كل عراقي شريف ويم كل سني شاف الضيم والظلايم زيان أتمنى أتمنى من المقابيل هذا الترويج الإعلامي لهم والقصايد هاي مالتهم ليش هالفسحة الإعلامية أنت من تشوف بيها أساءة الناسك عمي مو ناسك جيرانك بالوطن جيرانك بالوطن زيان زيان من الشوف بيها ليش يطلح على تلفزيون ليش أنتو أربعة تلاف واحد الصدقون ليش دخلناها بفخر تكريت والعوجة عمي دخلها دخلها الضيف دخلها هذا مو تدخلها تحرق وتقتل وتكتب على الحياطين كلمات إيرانية ما عهد تكيش يا ابن الجنوب والله ما عهد تكيش عهد تكيش عهد تكيبن شعلان أبو تشون عهد تكيبن غيرة عهد تكيبن ناموس يا أخي لازم أتفخر بيكاني ليش تخلق عدو من عندي ليش من الباقيين تخلق عدو ليش تضرب صورة أنه أنه أنت جاي لتنتقن ليش ترى إحنا ما نذنب كل شي يا ابن عمي ما أن أي ذنب في هذا الأمر ترى حالي حالك مضغوط علي والحكومات وهذه الأمور والحرامية والفاسدين اللي باعة والمناطق كلها مرت قبل ما تمر عليك مرت علي يا ابن عمي أنا شفت الضيم قبلك زين أتمنى أن تكونوا أوعى أوعى وتحسون هذا الحجم لا تضغطون علينا يا أخي ما نتحمل ما نتحمل خلنا ابتعد أخي يزيد سيد وليد إن شاء الله كل العراقيين يبتعدون أو أحنا بعيدين أصلا أحنا ما نشمل حكامنا بفكرنا كشعب أكيد لا شعب أرقى الشعب هو السحر اللي يصعد القائد وهو بإذن الله اللي ينزله ويخليه يلقاح مثل ما إن شاء الله المظاهرات تكون ناجحة لإخراج كثير من الطائفيين سيد وليد شاعر الوطني أتمنى أن ألتقيك مرة أخرى يكون العراق قد انتصر على من يطمع فيه ومن يحاول إثارة فتنة طائفيابي ترجمة نانسي قنقر